السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكو حلقتنا النهاردة عن الغسيل الكلوي ومنشط الكابت اهمية الغسيل الكلوي ومنشط الكابت الوقت المناسب في الدورة امت بالزبط تحط غسيل ومنشط الكابت طيب لو انت بتربي تربية منزلية وكميات بسيطة خمسين مية امتين كتكوت هنحط ايه الحاجة اللي نحطها مكان الغسيل الكلوي او منشط الكابت وكمان هنعرف هل ينفع لما نحط مضاد حيوي برنامج ثلاثة ايام نحط في نفس البرنامج غسيل الكلوي ولا ده هيأثر على المضاد الحيوي وهيخرجه خارج الجسم ويجعلنا لا نستفيد بالمضاد الحيوي هل الكلام ده صحيح ولا غير صحيح كل دي معلومات هنعرفها النهاردة يا شباب لكن كالعادة ما تنساش قبل ما نبدأ تنزل حالا في التعليقات تصلى على حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام وان كان عندك اي سؤال او استفسار اكتبه في التعليقات وان شاء الله نكون عند حسن نظام حضراتكم اول حاجة اهمية الغسيل الكلوي او منشط الكبد بالنسبة لمنشط الكبد يا شباب بيساعد على افراز انزيمات الهضم يعني الفراخ اللي نفسها مسدودة واكلتها وقفة ومعدل سحب العلف قليل لما بتحط لهم منشط كبد في انزيمات الهضم بتنزل فبيساعد الكلام ده على الهضم السريع وبالتالي تجد ان سحب العلف بيزيد والفرخ نفسه تفتح على الاكل تاني ويبدأ ان انت تحصل في الاخر على معدل نمو كويس ووزن مزبوط في وقت مثالي طيب لو حضرتك بتربي تربية منزلية ومعندكش سيدلية باية طريقة بتتعامل معاها ممكن انك تستخدم مكان المنشط الكبد ده تستخدم عسل اسود طيب الوقت المناسب امتى بالزبط علشان استخدم منشط الكبد في المزالع الكبيرة او العسل السود في التربية المنزلية افضل معاد وافضل وقت انك تنشط انزيمات الهضم اول يوم يعني اول ما تستقبل استقبل على عسل اسود لو انت في تربية منزلية او جيب لتر منشط كبد من السيدلية منشط الكبد في الوقت ده بيساعد الكاتكوت انه يفرز انزيمات الهضم بسرعة وده هيخلي الكاتكيت تاكل اكتر في اول تلات ايام علشان احنا قلنا قبل كده اول تلات ايام ده لو الكاتكيت كلت كويس وبابة الوزن المثالي في اول تلات ايام انت كده خمسين في المية من مشاكل الدورة تخلصت منها خلاص يعني ضمنت ان معدل الوزن يكون كويس مناعة الطيورة تكون كويسة الدورة ان شاء الله تكون فتحة خير عليك ان شاء الله طيب ما هي باي الموعيد المناسبة تقدر ان انت تعمل برنامج كل اسبوع سقوتين على الاقل منشط كبد ونفس الكلام برضو في الغسيل الكلوي ممكن بقى ان حضرتك تبدأ من عمر اسبوع تنزل غسيل الكلوي كل اسبوع سقوتين على الاقل الغسيل الكلوي يا شباب بيساعد الكلية للتخلص من اثار او رواسب المضبطات الحيوية ونواتج عملية الهضم من البروتين والمشاكل الممكن ان هي تؤثر على كفاءة الكلية وعندك كمان مشاكل مرضية زي الجنبورو او النقرس بيؤثر على نشاط الكلية فانت لما بتنزل غسيل الكلوي بتساعد الجسم او الكلية ان هي تفرز الرواسب المتبقية من عمليات الهضم او من الادوية اللي انت بتحطها خلال الدور طيب هل بقى السؤال الاهم او السؤال اللي محير بعض الناس هل لما يبقى فيه موضات حيوي وجيت انا حط غسيل كلوي الغسيل ده هيخسل بقى الموضات الحيوي ويطلعه خارج الجسم ولا الموضوع مش زي ما احنا متخيلين الحكاية بسيطة خالص يا شباب الغسيل الكلوي ما بيأثرش على الموضات الحيوية لان احنا بنتكلم في رواسب الموضات الحيوية اللي بتتراكم في الكلية لكن الموضات الحيوي نفسه كنتيجة وكشغل بيطلع على اجهزة الجسم سواء كانت امعاء او رئة والكلام ده بيتم من خلال الدم ففكرة ان حضرتك خايف تحط غسيل كلوي مع موضات حيوي ده ملوش اي اساس علمي بالعكس بالعكس الصح ان حضرتك لما تحط موضات حيوية في نفس البرنامج في التلات ايام بتوع الموضات الحيوية دول تقدر انك تحط غسيل كلوي ساقوة مع البرنامج علشان الرواسب اول باول تخرجها من الكلية رواسب الموضات الحيوية اول باول انك بتساعد الكلية على يعني ايه ان ما يحصلش استرس وضغط عليها من قطر الرواسب فاحنا لازم ناخد بالنا ان ما فيش اي مشكلة خالص لما حط غسيل كلوي في برنامج يكون فيه موضات حيوية وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا يارب اشوفكم دايما في خير واحسن حال كان معكم الدكتور سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته